اشتركوا في القناة وهي منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يمكت القمر في هاي المنزل لغاية الساعة تسعة وثمانية وخمسين دقيقة مساء من مساء اليوم الأربعة لا ينتقل بعديها القمر لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو بما أن القمر موجود في برج السرطان معناته خلال هذا اليوم جميع الأبراج بيشعروا بهاي الفترة بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا لأنه بهاي الفترة بيصير عنا حافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا استئجار أو شراء أو بيع عقار أو زراعة نبت ماء أو شجيرة والانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعاً عندنا أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين الزهراء وبين المشتري وهذا اليوم آخر يوم لتأثيراتها المباشرة وهي اللي بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالباً بيفشلوا في ذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين المريخ وهاي تأثيراتها لغاية يوم 28 سبعة بيسود شعور بضيق الصدر فما منتقبل النقد ومنتور بشكل مبالغ في وجه أي شخص بينتقدنا أو بيعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردات الفعل عندنا بكشف عيوبه وأخطاؤه أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية التزديس الإيجابية اللي بين نبتون وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم 29 هي زاوية هاي إيجابية بتسبب عودة وضعية قديمة بالدعم من وضعنا بشكل مباشر وأقوى أما بالنسبة للزاوية السريعة واللي هي مع القمر وتأثيراتها من منتصف الليل لغاية تقريبا ساعات المساء أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وأورانوس وهي الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا ذروتها بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفاد منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهي تأثيراتها أو ذروتها ساعة ثمانية وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات الظهيرة تقريبا لغاية فجر يوم اليوم اليلي اللي هو يوم الخميس طبعا هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فإن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفرلها العناية الإضافية ونبعد عن العمليات الجراحية لإلها وباقي العمليات الجراحية لأي شيء آخر ما في أي مشاكل إلها خلال هذا اليوم طبعا اللي التحذيرات أو الأكثر حساسية هي المعدة والكبد الصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب غشاء الصفاق أهدولها الأكثر حساسية واللي لازم نوفرلهم العناية الإضافية ما في أي مشاكل إنك تراجع طبيب إن شعرت لألم إلها أو أخذت أدوية لإلها ولكن عمليات جراحية ما مننصح فيها إلا إذا كانت اضطرارية هذا اليوم مناسب لها إزالة الشعر الزائد ولكن ما زالت الأجواء لا تصلح لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة في خلال هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن بحذر جديد وخصوصا للصبغ الكيماوي الحنة ما في أي مشاكل ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج السرطان فخلو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس 28 سبعة في تمام الساعة 12 و54 دقيقة بعد منتصف الليل وبيستمر حتى تمام ساعة 36 و35 دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 28 يوم في تمام الساعة 12 و18 دقيقة بعد منتصف الليل بصير عمره 29 يوم نسبة الإضاءة متناقصة لـ 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 23 ثمانية طبعا هي سعيدة الآن بنسبة 45% ولكن في ساعات المساء بتصير سعيدة بنسبة 85% القمر في السرطان حتى يوم 28 سبعة والآن سعيد بنسبة 60% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 100% وبيستمر بساعاته 100% لغاية ساعات العصر بعدين بنزل لنسبة 60% وفي ساعات المساء بنزل لنسبة 45% سعيد بالنسبة لعطارد في الأسد حتى يوم 4 ثمانية والآن منتحس بنسبة 40% ولكن في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 60% الزهرة في السرطان حتى يوم 11 ثمانية سعيد بنسبة 10% المريخ في الثاور حتى يوم 28 منتحس الآن بنسبة 25% ولكن في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 50% المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثاور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكم لليوم الثاني على التوالي في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم شيء ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة خلال هذا اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبرضو بتكتحذروا من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستامن تصرف أحدهم اتجاهك حاول أنك تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك الأعباء كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن تدافع عن مبادئك ولكن بدك تدافع عن مبادئك بليوني ودبلوماسية وتحاول أنك تنتبه لكلامك وتحافظ أو تحفظ خط الرجعة لا أي تصرف بتعمله بتتم عندك بعض اللقاءات والاجتماعات وأعمال مفيدة خلال هذا اليوم وممكن تتخذ خلالها بعض القرارات المهمة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة اليوم بيحملكم برضو فرص لمكاسب مالية بتيجي أغلبها من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد بعض المال اللي بيعود له أو ديون كان مدعينها لأشخاص بيستردها أو ممكن يحصل على بعض المكاسب على شكل دعم أو على شكل هدية ولكن بتكوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع حاولوا أن تنظموا أموركم المالية وما تسمحوا للأقصاد عندكم إنها تتراكم ادفع مستحقاتك وأولوياتك وما تخلي أي شخص يغشك أو يدفعك لتوظيف أموالك في أشياء خاسرة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا عندكم طاقة عالية جدا أكثر من يوم أمس تشعروا بالنشاط والحيوية وعندكم قدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم حتى اليوم أنتم ملفتين للنظر بالنسبة للجنس الآخر وبرضو عندكم رغبة لتعزيز علاقاتكم العاطفية أهم شيء ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بتزداد عزيمتكم وبترتفع المعنويات والحضوض وبتكون ناجحة في تحركاتك في أي اتجاه الفترة هي إيجابية ممكن تلمس من خلالها انفراج وتقدم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الغد فبظل التعب مسيطر عليكم حاولوا أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل ويخلدوا للراحة بتكون الفترة هاي فارغة وممكن تخفي عداوة أو مؤامرة أو أشخاص بيتأمروا عليك بالخفاء فعشان هيك عليك أنك تتجنب المشاكل قدر الإمكان راعي أعمالك وحاول أنك تسيرها آخذ بعين الاعتبار أنه ممكن تتأخر بعض الأعمال أو تحاول أنك تجربها أكثر من مرة لا تمشي معك برضو ممكن يلغى أمر أو توعد بشيء وما يتحقق برج العذراء بالنسبة لما أوليد برج العذراء طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بدكوا تتجنب انتقاد أي شخص اليوم اليوم بتحتاجوا لها حجد التأييد وبستطاعتكم كسب تعاطف الآخرين والتميز في علاقاتكم وممكن اليوم يكون فيه يعني مناسبة أو اجتماع أو اتصال من أحد الأصدقاء بشكل غير متوقع اليوم بيحمل نوع من أنواع النجاح والانتشار بشكل واضح برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان بتتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شي انكم ما تشوهوا سمعتكم لأن الظروف ضغطة وممكن تحمل لك يعني فرصة عمل مهم فما تضيعها بسبب تهورك أو تسرعك بدك تكون منتبه لك كل شيء وما تترك الطيش أو له يتسبب بأخطاء لا تؤتفر هذا بيت السمعة فحاول انك ما تشوه سمعتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتنشطوه في أمور العلاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة الحوارات النقاشات ما لكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتميلوا للاسترخاء والاستجمام ولكن يجب أن تحذر من الفوضى اللي ممكن تصير بشكل يعني مفاجئ فترة مناسبة للتشاور لعقد المفاوضات للمشاركة في مختلف النشاطات وحتى علاقاتكم العاطفية اليوم مميزة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنهمكو في ضبط شونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض اليوم بترغبو في لفة الأنظار وتبديد الأجواء السلبية حاول أنك تخرج مع الأصدقاء حاول أنك تغير جو فكر بالغد باستقرار وضعك المالي حاول أنك ما تستعجل توقيع أو عملية تجارية بدك تناقش الأمور بشكل جدي ومنطقي وعقلاني حاول أنك تدرس الفكرة أو تستشير أهل الإختصاص برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي بينصب إهتمامكم حول موضوع الشراكة الشراكة المالية الشراكة العاطفية وبتقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل والعاطفي ولكن بك تجنبوا الانتقادات وأنك تنتقدوا أشخاص وتوجيه ملاحظات على أنواعها خلال هذا اليوم حذروا من المواجهات الكلامية لأنه القمر مقابلك فالأجواء سلبية وحاول أنك ما تسمح باختلاق المشاكل حذر مخالقة التعليمات والقوانين وتعتبر هذه فترة يعني ضاغطة شوي فبدك تتحمل كمان يوم للأجواء تصير مناسبة لك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بيتراكم العمل عندكم لأن القمر ما زال موجود في بيت العمل وبيت الصحة فحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وحاولوا إنكم ما تدخلوا في مواجهة مع زميل بتكثر عنكم التنقلات وورشات العمل وممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحدهم كما إنه هذا اليوم تكثر عندك المسؤوليات والالتزامات على أنواعها وحاول إنك تكون حريص على صحتك لأنها فترة دقيقة شوي بحاجة للمراقبة الصحية أو المراجعات الطبية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم ومتحزيز العلاقة معهم الأجواء جيدة وممتازة جدا لممارسة هواية أو ترفيه عن النفس أو التقرب من الأحبة أو من الأبناء أو يكون عندك مناسبة مثلا شوي تكون يعني سعيدة وحاول برضو خلال هذا اليوم إنك ما تسمح لأي شخص أنه يغشك ولا نهب هذه الفترة يعني سهل خداعك وبرضو بتحمل هذه الفترة انفراج وتعاطف عشان هيك حاول أنك ما تقف مكتوف اليدين وحاول أنك تتحرك بكل الاتجاهات هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر